اهلا بكم الى العالمي هذا المساء انا رشق انديل هذه العنوين رئيس الوزراء العراقي يقر بحدوث تجاوزات في معركة استعادة الفلوجة من تنظيم ما يعرفه بالدولة الاسلامية نعم هناك اخطاء اعترف عدنا مقاتلين اللي شاركوا في معارك الفلوجة بحدود 45 الف مقاتل هل يعني ذلك اعتراف بضعف الحكومة امام المجموعات المسلحة ولماذا تراجع الحشد الشعبي عن التعهد بعدم دخول المدينة الحياح يؤكد لبي بي سي على استمرار اتصالاته بمعظم مسؤولي الدولة والحكومة رغم اقالته ويحذر من تعثر مشاورات السلام اليمنية في الكويت الناس ملت من الحرب الناس ارهقت كان جنيف واحد وجنيف اثنين واليوم دخلنا في كويت ونتمنى ان يظل كويت وليس كويت واحد لنا هذه كمان عقدة لدينا جدل بين مرشحي رئاسة الامريكية بعد ثناء ترامب على اسطورة الملاكمة الراحل محمد علي الى انصار دونالد ترامب الذين يعتقدون انه من الضروري ان يقولوا لنا بانهم يحبون محمد علي لكنهم يكرهون المسلمين اهلا بكم اعتراف الرئيس الوزراء حيدر العبادي بحدوث تجاوزات خلال معركة استعادة السيطرة على الفلوجة من ايدي مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية يطرح الكثير من التساؤلات فهذا الاقرار يدلل في رأي البعض على ضعف في قدرة الحكومة على التنظيم والتنسيق مع الجماعات المسلحة التي ترافق الجيش العراقي في هجومه على المدينة ايضا يتخوف اخرون من حدوث تجاوزات اكبر في حق الالاف من المدنيين مع احتدام وطيس المعارك يزيد من قلق هؤلاء ما يبدو انه تراجع من قوات الحشد الشعبي التي كانت قد تعهدت بعدم دخول المدينة لكنها عادت لتؤكد اليوم انها ستدخلها حال فشل القوات في اقتحامها لا يزال او لا تزال المعارك قائمة بين الجيش المدعوم من الحشدين العشائري والشعبي وبين التنظيم ويستمر معها حصار الالاف من المدنيين داخل الفلوجة يستمر مصار المعارك بالعراق لتطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة مسلح تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية ويستمر معها في كل مرة بالتوازي الاتهمات بالانتهاكات الطائفية وبقتل المدنيين بالاماكن السنية المحررة التي تلاحق قوات الحشد الشعبي المشاركة بما يسمى بعمليات التحرير ضمن القوات العراقية المشتركة وكما جرى في تكريت وبيجي بمحافظة صلاح الدين الشمالية قبل اكثر من عام اقرت السلطات العراقية بوجود تجاوزات في العملية الجارية الان لاستعادة الفلوجة والتي تعد كبرى مدن محافظة الانبار نعم هناك اخطاء اعترف عدنا مقاتلين اللي شاركوا في معارك الفلوجة بحدود 45 الف مقاتل هناك تجاوزات لن نشكت عنها ولن نقبل بها هؤلاء يسيئون لينفسهم يسيئون للقوات ويسيئون لنا جميعا لن نقبل بها لن نتستر على احد العبادي والذي كان يجري زيارة تفقدية للقوات على خط المواجهة حمله مسؤولون محليون بالانبار المسئولية بسبب اختفاء عشرات من المدنيين والاطفال فيما تتقدم القوات المشتركة وبحسب ما تفيد على الارض من ناحية بلدة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة وافدت مصادر ان قوات الحجد الشعبي دخلت الصقلاوية مع من دخلوا ومنذ ان فدت قوات العراقية هجومها بالفلوجة اواخر ما يؤير الماضي بدعم عشائر وفصائل الحجد الشعبي توالت تأكيدات قيادين بالحجد وعلى رأسهم هادي العامري على عدم دخولهم الفلوجة واقتصار مهمتهم على تطويقها ورغم هذه التأكيدات وعلوة اصوات اهالي الفلوجة وحكومة الانبار مصرين على ابعاد الحجد الشعبي ومطالبين الامم المتحدة بالتدخل صرح ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحجد بان مقاتلي شريك اساسي فيما يسمى بعملية تحرير الفلوجة مشيرا الى دخولهم للمدينة عند الحاجة نحن شركاء مع القوات المسلحة في التحرير لم تكتمل مهمتنا خطة التحرير اكرر انيطت بقوات اخرى انتمكنت بسرعة من تحرير المدينة احنا سعنديها اذا متمكنت لا سمح الله سندخل معهم وكانت صور انتشرت لقوات عراقية وسط ناحية السقلاوية ومناطق استراتيجية منها بعد ايام من الاشتباكات لطرد مسلح تنظيم الدولة الاسلامية منها لكن مصادر امنية في شرطة الانبار اكدت على ان مسلحي التنظيم ما زالوا بالسقلاوية ويقابلونهم بالكماء ويشنون هجمات عبر انفاق سرية ومع غبار المعركة يتصاعد الجدل حول وجود جماعات الحجر الشعبي التي تريدها ايران جنبا الى جنب مع الجيش العراقي خاصة بعدما لم يعد مؤكدا من انها لن تدخل الفلوجة امير عباس بي بي سي ينضم الينا للنقاش من بغداد الدكتور عدن السراج عضو اتلاف دولة القانون اهلا وسهلا بحضرتك ومن عمان الدكتور باس الحسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية اهلا وسهلا بحضرتك في هذا النقاش البداية هي من دكتور عدن السراج دكتور عدن قبل قليل الحكومة العراقية جددت التزامها بمحاسبة من وصفتهم بالموسيئين في المعارك الجارية لتحرير الفلوجة واحالتهم الى القضاء كم مرة الحكومة العراقية تعلن ان هناك تجاوزات في معارك مختلفة في مواجهة تنظيمة يسمى بدولة الاسلامية كم مرة تقول انها ستحاسب الموسيئين ما هي قضية التجاوزات والانتهاكات وبصراحة اكثر ما دور الحشد الشعبي في هذه المرحلة بالنسبة للحكومة العراقية دور المساعد ولا دور المحرج اذا ما ثبت ان الحشد الشعبي لها علاقة بما يجري من تجاوزات في الفلوجة بشكل قاطع نفس المعارك التي جرت في الرطبة وهيت وايضا في مركز الرمادي وفي انبار وفي اكويس وفي كل الاخضية التي تم تحريرها والان في قضاء القرمة وقضاء السقلاوية ومنطقة السجر وكل المناطق التي تم تحريرها بحدود أربعين ألف كيلومتر مربع هذه المعارك هي معارك خططت بتنسيق عراقي كامل ومشارك عراقي وبمساعدة مستشارين أجانب أجد اليوم مسألة الفلوجة أخذت بعدا آخر يعني هيت عدد نفوسها مئة ألف لن يحدث أي حالة من الانتهاكات على العكس من ذلك أهالي هيت تعاونوا وأيضا لجمة الأصوات التي تريد فعلا أن تهبط من معنيات الحشد والجيش وانتهت هيت والآن تعيش هيت جوا سلميا عاديا أما في الفلوجة التي يقال بأن فيها أربعين ألف أو خمسين ألف مساحة أقل من مساحة مركز الأنبار مركز الأنبار ثلاثة مرات مساحة أكبر من الفلوجة ونفوسها أكثر ثلاث مرات ولم يحدث فيها هذا الشيء أنا أقول اليوم يعني المشكلة المسؤولة عن الانتهاكات يعني المشكلة أن المسؤولة عن الانتهاكات يكون عدم تعاون عدد السكان الذين يجري النزول في مدنهم وقراهم إذا كانت الحكومة العراقية ذاتها اعترفت يا دكتور نحن نتكلم فيما جرى وأفضى إلى الأخطاء التي اعترفت بها الحكومة العراقية الانتهاكات يعني انتهاكات ليس لها علاقة بأسباب أولا يجب أن نكون دقيقين أنتم في بريطانيا تدقيقون في الكلمة هو قال أخطاء أدت إلى التجاوزات لن يقول انتهاكات عيد سيريط لمائة مرة نحن سألناه لعدة مرات نعم أخطاء ولكن هذه الأخطاء الجميع يرفضها وهي حالة يمكن أن تحصل في أي حرب ويمكن أن يكون هناك بالمناسبة الانتهاكات التي تسمى انتهاكات وهي أخطاء حقيقية هناك خليط من السنة والشيعة والمسيحيين والكل في القتال يعني فقط الحج الشعبي الذي فيه دعش ألف من المقاتل السنة أربعة من العشائر والباقي من الشرطة المحلية أيضا هناك مقاتلون في جهاز مكافحة الإرهاب هم من السنة والمسيح والشيعة إذن ما هي نوعية الانتهاكات إذا كانت فعلا نعم أخطاء تحصل واعترف بها رئيس الوزراء ونحن جميعا نرفض أي أخطاء فردية وبالتالي المرجعية وكل من يداعي بعملية حفظ دماء الناس وأن هذه الدماء بريئة ولا يمكن تعدي عليها أصور المعارك السابقة غجلها وغلبها ثبت أن الجيش العراقي والحج الشعبي وكل القوى التي ساهمت في تحرير ردكم بهذا الجانب الجانب الممنهج الجانب الذي يؤدي إلى سفك الدماء وقتل بالمناسبة حقيقة خلال كل شيء صريح أنا شاهد على ما أقول ذهبنا قبل ثلاثة أيام وقبلها أربعة أيام إلى النازحين ويمكن أن ننقل لك صور من التي شاهدتها بنفسي وحتى كان مراسلكم ومراسلين الأجال الموجودون معنا صور التي نقلناها أنا كنت مطبئة في البداية من كفة نحن ننقل صور ليس لها علاقة بالشائعات والمسألة المسألة مفتوحة المسألة مفتوحة للصحافة يا دكتور على أي حال سيدتي العزيزة خلينا لنستهلك الوقت لا حضرتك ورئيس المزراء تتحدثون عن أخطاء تتحدثون عن أخطاء حضرتك وصفت بأنها أخطاء أدت إلى انتهاكات حضرتك للتو استخدمت هذه التوصيفة اللطبية لا إله إلا الله خلينا نستطيع وجهة نظر الدكتور باسل في هذه القضية دكتور باسل ما هي حجم هذه الأخطاء التي أدت إلى تجاوزات من وجهة نظر الدكتور هل هي ممنهجة ولا لا وما حجم التعاون الذي تحصل عليه القوات العراقية بكافة مكوناتها تمهد لوقوع مثل هذه الأخطاء بهذه الدرجة المتكررة وبهذه الدرجة التي تخرج بها الحكومة تعلن أنها تقع وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عنها وأعتقد هذه صياغة منصفة لكل الجوانب أود أن تحيي لك سيدتي وضيفك الكريم شكرا جزيلا ولمشاهدين العربية الكرام أود أن أقول هناك أستطيع أن أسميها متلازمة هي متلازمة الحشد للانتهاك حقيقة أينما وجد الحشد وجد الانتهاك نحن عدنا هذه الانتهاكات ولا زالت في ديالة في معارك صلاح الدين والآن في الحقيقة في الفلوجة الحقيقة يعني ما ذكره أستاذ عدنان أعتقد مغالطة منهجية لأنه يعني ما أعرف أنه كيف حسبها حقيقة أنه أولا هذول سبعين يعني وكأنه هي الرقم يعني سبعين ألف ليسوا بذات أهمية على سبيل المثال إضافة إلى أن ما يسمى بالأخطاء هي هذه كيف أنه تحدث الظاهر لا بس أنا أعتدر على مقراتك في أول إجابة هو الدكتور لم يتحدث عن الرقم باعتباره رقما ليس مهما هو قال أنه السيطر على هذا الرقم أصعب بكثير من السيطر على رقم ضئيل كما كان الوضع في هيت لا هو فيه ذكر أنه مئة ألف في الفلوجة يعني السبعين وهو حقيقة هذا حتى ندخل في معركة الأرقام خلينا إذن حضرتك نتخطى بس نقطة توضيح هذه الجزئية ونستكمل إجابة حضرتك يعني قطعتك في أولها أنا دكتور عدنا أتمنى ما أقاطعك فقط أقول لم تحدث في هيت لا ما قالت شي دا تقولني طيب خلاص نحن نتخطى هذه نقطة يا سيدة تفضل تفضل حضرتك ما جرى في المعارك الرمادي وفي الرطبة وغيرها لم يشترك الحجد الشعبي ولذلك لم تكن هناك انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية أصرت بعدم مشاركة الحجد في معركة الأنبار وكنا يعلم ذلك وبذلك حتى سميت بالمعركة النظيفة لأنه لم تشارك ميليشيات الحجد السؤال هو لماذا هل الإصرار في مشاركة الحجد يعني لم نشهد تجييش طائفي في الفيديوهات في دعشنة أهل الفلوجة إلى آخر لم تشهد أي مدينة حقيقة أخرى وبذلك كان هناك إيحاء مسبق أن هذه الانتهاكات سوف تحدث هذه ليست أخطاء حقيقة الأخطاء حينما يتم تصفية 17 واحد بينهم طفل 16 من قبل تجميلة واحد من الشيحة هذا ليس خطأ هذه دماء نعتبر هذه أخطاء هذه ليست أخطاء هذه جرائم حرب حضرتك ذكرت لفظة الآن لفظة مهمة وهي مسألة دعشنة أهل الفلوج هذا أيضا لفظ يعتبره البعض إذا كان توصيفا لفظ محمل طائفيا وعلى أساسه يتم المسائلة والمسائلة كانت أكثر من مرة سواء في البرلمان قبل أن تحتدم الأمور سياسيا في البرلمان حين كان هناك برلمان موحد له رأي واحد أنه كانت هناك مسائلات ما هو حجم الخاضنة التي يحصل عليها تنظيم الدولة في الفلوجة وفي مدن أخرى بما أننا نتحدث عن معركة الفلوجة فخلينا نبقى في الفلوجة هل ممكن أنه يكون هناك عدم تعاون بشكل يجعل السيطرة أمنيا على معركة كهذه ضربا من المستحيل يجعل الاستعانة بكل مكون مكونات الجيش منها الحشد الشعبي والحشد العشائري والقوات التحالف وغيرها أمر لا يمكن الرجوع عنه والسؤال أستاذ باس أولا كان هناك اتفاق رسمي موقع ما بين اتحاد القوى وما بين محافظة أمبار سهيب الراوي وما بين مجلس محافظة مع الحكومة لا تشارك الحشد في المعركة وكان هناك تصريحات لكن نشهد اليوم تصريحات متضاربة هذه العامر عنده ثلاثة تصريحات أمس قال أنه سوف نقتحم الفلوجة أمس اليوم المهندس يقول لن نشارك في معركة الفلوجة معنى حتى هناك يعني اضطراب في عملية التصريحات هل هذا اضطراب ناتج عن هذا المأزق نتيجة الضغط بعد خروج هذه الانتهاكات أم هو مجرد يعني محاولة للكلام هذا سؤال جيد ووجيه تضارب التصريحات أنا أسمح لي أعتذر أن أقف هنا لأنه قبل أن تفوتنا هذه النقطة دكتور عدنان هل من تعقيب لماذا تضارب التصريحات إذا كانت المسألة معركة معادلها لأن ذلك يقلق حتى المواطن العراقي العادي من أي مكون ومن أي طائفة ومن أي فصيل إذا كان هناك هذا القدر من التضارب في قادة العمليات العسكرية بين قادة العمليات العسكرية سوف الحشدة أو في غيره هذا مؤشر غير جيد سيدة العزيزة أقول كلمة واحدة فقط نحن نخوض معركة إعلامية ثانية صدقيني أنا يوميا أدخل أكثر من خمس فضائيات ستة هناك معركة إعلامية لتحريف التصريحات وتوجيه بوصلة باتجاه آخر صدقيني وأنا أعرض ذلك وأنا رجل إعلامي محترف اليوم أنا أقول بالنسبة للحشد الشعبي هو حشد تم تأسيسه بمباركة المرجعية وبالتالي الحشد حقق التصارات والحشد يقود عمليات خطيرة جدا وأيضا الاتفاقيات التي حصلت بين القيادة العسكرية والتي هي قيادة من 21 قائد محترف مع 9 من قادة الحجد الشعبي هؤلاء يشكلون قيادات لتحرير الأنبار وبالتالي أجد اليوم المهمات المناطئة للحجد الشعبي أنا من هذا المكان ومستعد أجهز السيد باسم حسين بالعديد من نداءات الاستغاثة لأهالي الحديثة أهالي بغدادي لمجلس محافظة الأنبار بتدخل الحجد الشعبي لعملية الفلوجة لعشائر أيضا الفلوجة هناك أيضا طلبات لمشاركة الحجد الشعبي أنا أقول بالشكل التالي اليوم الحجد الشعبي لديه مهمات مناطئة هذه المهمات هي تطويق المدن وقطع الامدادات وبالتالي هم فعلا يجحوا في ذلك وسوف ينجحون أيضا في كثير من الأمور أما تقرير اقتحام الفلوجة وعملية دخول قوات مكافعة الإرهاب أو الشرطة المحلية والعشائر هذا أيضا ضمن الخطة المقررة خطة الفلوجة ذات ثلاثة مراحل تشترك فيها 45 ألف مقاتل هؤلاء كل مقاتل أدى دورة ثم يبدأ القوات الأخرى بمهمات أخرى في داخل الفلوج فلا كنت أقول مسألة الحجد لا تخبي عنوينها الطائفية نحن في العراق ننظر مصلحة العراق نحن نحارب داعش لا نحارب الأهالي نحن لسنا بهذا الجهل وليس العراقيون بهذا الجهل بحيث يستطيعون أن يحولوا معركة بمنتصرة على داعش إلى معركة مع هذه الفلوجة الذين هم عراقيون والفلوجة أرض عراقية سوف ترجع إلى العراق هذا القتال الصحيح أما ما يقال بأن هناك تخوف من الحشد لماذا أهل البغدادي والحديثة لن يتخوفوا من الحشد لماذا الآن في الفلوجة وعملية الفلوجة لن يتخوفوا من الحشد لذلك نقول خل نسحب هذا الفتين من هذه القضية ونطرح الانتهاكات كما إذا سميت انتهاكات وليس أخطاء ثم ندقق بها لا يرضى أي إنسان ونحن لا نقول أن العملية بهذا الشكل هناك ملائكة يقاتلون بالعكس قد يكون هناك حالات اندفاعية وعينة ولكن الصدقيني بشكل عام هي حرب نموذجية لا أقول نظيفة إنما حرب نموذجية يتقاتل فيها جميع الأراغيني حاز النصر حضرتك عدت للحديث عن الشق العسكري وأنا لأمانة لكن سؤالي هو عن التصريحات الإعلامية التي حضرتك تشيري لأنها تحرف أنا لا أعتمد في عملي على أحد أنا رصدت هذه التصريحات من دون تصرف وسأنقل لحضرتك منها ثلاث عبارات من دون تصرف يعني كما يقولون كوت وأنكوت بين مزدوجين تصريح لهذه العامري قائد فيلق بدر يقول فيها باللفظ نحن الحشد سوف لن ندخل الفلوجة مدام فيها عوائل بعدين العامري يقول في تصريحات أخرى بالتأكيد سندخل ونطهر المدينة من شر هذه الغد وبعدين تصريحات ثالثة لها علاقة بعدم مشاركة الحشد الشعبي في اقتحام المدينة وللأمانة الصحفية ليس عندي نص التصريحات وبالتالي لن أحرف يعني لن أقوم بطرح ما لم يقوله أنا أطرح لحضرتك تصريحات بالنص كلام سليم كلام سليم خلي أقولي الشيء في شكل التالي الخطة المتفق عليها خطة ملتزمة بها كل الفصائل هي خطة عسكرية محكمة تقودها قيادة محكمة وبإشراف مستشارين أمريكان وبريطانيين وفرنسيين وحتى مصريين وأردنيين وإيرانيين وبالتالي هناك طائرات جوية أف ثلاثين وخمسين هذه تنسق كل مساحات التنوجة أنا أسأل حضرتك عن تصريحات إعلامية وسؤالي إعلامي حضرتك قلت تصريحات أنا أسأل حضرتك عن تصريحات بالمص حضرتك أسهدت في المعرفة العسكرية أنا أسأل حضرتك عن التصريحات الإعلامية أحنا نقول للمراقبين للمحايدين موجودين حتى يمكن أن يقال أنه انتهكت الخطة أو لا بالنسبة لسيد العامري اليوم المؤتمر الصحفي لأبو مهدي المهندس وهو المسؤول النائب رئيس الحجد الشعبي أعلن كما أعلن سابقا ضمن الخطة بأن الخطة فقط للحشد يقف أمام السقلاوية والقرمة والسجر والتفاحة أما الاختحام في يكون لغيره أما مسألة عندما يتكلم العامل يتكلم بعنوانين يتكلم بعنوان العراقي وهو أيضا يتكلم بأن العراقيين سيختحمون يعني ليس بالتفصيل من هي الفرقة الرابعة عشر هل هي قوة مكافحة الإرهاق هل هي مكافحة هذه الفرق وهذه المجامع هي ضمن خطة محكمة هو لن يقول الحشد سوف يختحم نعم قال إذا في حالة الحاجة إلى الحشد فسوف يأتي الحشد طبعا هذه ضمن الخطة العسكرية إذا القادر العسكري أرادت أمرا فهو أمره مطاع على الأرض أنا الذي أقوله بشكل تالي يجب أن ندقل كثيرا بالتصريحة صدقيني لنأخذ الخطة العسكرية الحقيقية طيب أنا أتحول بسؤال لدكتور باسل قد أن أنهي هذا الحوار دكتور باسل هل من ضمانة أن تكون هذه الأخطاء التجاوزات الانتهاكات سنسميها حين تفصل خالي منها أو معفى منها قوات الحشد العشائري كما هو متهم بها دائما قوات الحشد الشعبي أولا في مسئلة الضمانات لأجل الضمانات لأنه لا توجد عقوبة أنت تلاحظين جميع الانتهاكات أحيانا تصور ويتم عامدا تصويرها لأن هؤلاء يعلمون جيدا أنهم غير محاسبين لا يمكن أحد يحاسبه هذه أكثر مرة تكررت قل لي هل عرض أحد للمحاكمة لم يعد أحد للمحاكمة ولذلك من يصور هو في منتهى الارتياح لأنه لا يوجد أي عقوبة ويؤمن تماما أنه لن يعقوب بذلك لا يفشل تصوير لا يفشل تصوير لا لا أنت تكلمين شكل عن داعش كعصابة وإلى آخر ومؤسسة من مفتر تتبع قوانين لا يمكن أنه عملت هذه المقاربة مقاربة غير منصفة لأنه تكلمين عن عصابات وتكلمين عن مؤسسات مفروض أنه تخضع للقانون لا يمكن أن نسوي بين طرفين المسألة الأخرى دكتور باسل اللفظ محمل أنه من تصفه حضرتك بالعصابات إذا كنت تقصد بذلك من تقصد؟ طيب خليني أكون واضح لا لا داعش أنا أقولك كداعش يعني هل ممكن هل داعش هي نموذج؟ يعني ممكن التماهيم ثانيا مثلا هناك مثلا هو من صاحب القرار؟ هل صاحب القرار رئيس الحكومة؟ أم أن الميليشيات تفرض إرادتها على رئيس الحكومة؟ أنا أعتقد أن الميليشيات الآن أقوى من الدولة بل فوق الدولة وتحدد أن سيد العباد يستطيع أن يمنع الحشد لو أراد المشاركة ثم أنا حقيقة كثيرا هذا التصريحات وكثير من النفي ثم توجد مشاركة طيب إحنا وصلنا إلى منقشة هذه النقطة بالفعل لمسألة التصريحات وللأسف أنا وقتي دهمني في هذه الجزئية دكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان أشكرك شكرا جزيلا ومن بغداد دكتور عدنان السراج عضو اتلاف دولة القانون شكرا جزيلا لكم شكرا العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا بحاح يؤكد لبي بي سي على استمرار اتصالاته بمعظم مسؤولي الدولة والحكومة رغم إقالاته ويحذر من تعثر مشاورات السلام اليمنية في الكويت جدل بين مرشحي الرئاسة الأمريكية بعد ثناء ترامب على أسطورة الملاكم الراحل محمد علي اشتركوا في القناة بعد نحو شهرين من إقالته من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للحكومة اليمنية قال خلد بحاح أنه لا يزال في قلب المشهد السياسي في بلاده وأضاف في مقابلة له مع بي بي سيه الأولى منذ إعفائه من منصبيه إن لقاءاته واتصالاته لم تنقطع مع معظم المسؤولين في الدولة والحكومة ودول التحالف التي تقوده السعودية وغيرها بحاح الذي عينه الرئيس عبد الربو مصور هادي مستشارا له استبعد بشكل مطلق في المقابلة التالية التي أجراها الزميل أنور العنسي في أبوظبي مساء أمس الأول أي إمكانية للعمل مع هادي تحت أي مسمى كان بسبب اختلاف منهجيهما في التفكير والعمل مشيرا إلى أن قرار هادي بإقالته كان مفاجئا لجميع حلفاء حكومته كافة الدول الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دول التحالف الخليجي في المجتمع الدولي الجميع تفاجئ بذلك لأنه جميعا يعلم أنه سوف يضعف من شرعية السلطة الشرعية فهذه كانت أحد المحاذير وأعتقد الآن واجهناها وتبينت في المفاوضات في الكويت بأن الطرف الآخر المتمردين يطلبوا بتغيير حكومي على اعتبارنا هذه الحكومة ليست حكومة شرعية وماذا أيضا عن موقف الإماراتيين يقال أنهم كانوا منزعجين خصوصا أنه جيء ببديل عنك شخصية إشكالية طبعا هو العملية ليس في عملية التغيير السين أو صاد ولو هناك التزام من طرف الأشقاء أو التحالف بأنهم متمسكين بطرفة أو غيرهم بقدر ما هو هناك ما يسمى بشرعية لا يقبل الحفاظ عليها عملية التغيير إجمالا هي التي كانت المشكلة ثم جاءت أفراد محببين لهذا الطرف أو ذاك هذا شيء آخر لكن بالنسبة ما هو تمسك فيه المجتمع الأقليمي والدولي هو موضوع الشرعية وليس مرتبط باسم الرئيس باسم الرئيس الوزراء الآن أين تضع نفسك أستاذ خالد؟ داخل المشهد أم خارجه؟ طبعا هو أجمل الحرية لنحديث عن أن تكون خارج المشهد هذا أجمل شيء هو لكن لا يستطيع أن تكون خارج المشهد من خلال العمل الوطني عملنا في إطار العمل الوطني في خلال العام ونصف تقريبا كانت فترة وإيقاع سريع جدا مرحلة لم تمر عليها اليمن من فترات طويلة جدا هذا لن يكون سهلا أن تكون خارج المشهد بكل بساطة أعتقد كل مواطن يمني هو جزء من هذا المشهد ونحن جزء من هذا الشعب أن نكون جزء من هذا المشهد هل تمارس الآن عملك بمقتضى قرار هادي بتعينيك مستشارا؟ هل يستشيرك الآن؟ طبعا المصطلح مستشار في اليمن معروف هو مصطلح مكافأة نهاية خدمة نحن نسميه ونصف الشعب اليمني نحن نسميه مستشارين ولذلك المنصب المستشار هو شكلي وليس فاعل وأنا أعتبر نفسي سابقا أفضل من أن أكون مستشارا أستاذ خالد حديثك عن حضرموت وأهمية إعادة النهوض بحضرموت أقلقت كثير من اليمنيين الذين كانوا يأملون في أن يكون لك دور وطني أكبر حتى من مجرد نائب لرئيس ورئيس الوزراء كيف ترد على هذه المخاوة أو كيف تعلق عليها؟ نعم طبعا لو أتغنى بحضرموت ليلة النهارة لن أفيها حقها أساسا حضرموت حضرموت أنا موطني من حضرموت وحضرموت جزء كبير من الوطن وأعتقد أرى أننا مقصرين ليس كفرد أنا من أبناء حضرموت ولكن أكون حتى في إطار السلطة على مدى أكثر من ستين عاما حضرموت عانت الكثير وأعتقد أنها فرصة أن تجد هذا الصوت الذي يرفع من رافعة حضرموت وأعتقد كنا في هاجس ربما الاهتمام الكبير عندما تم دخول القاعدة إلى المكلة دون أن نرى صوتا آخر يرتفع ضد هذا كانت الناس مهتمة في الحوثيين دون أن يروا طرف آخر هو ليقل سوءا عن طرف المتمردين فلذلك رفعنا من رافعة حضرموت والحمد لله تكللت بإخراج القاعدة وكل مسمياتهم من حضرموت مادمت أتيت على ذكر تعز من بين مدن يمنية أخرى كيف ترد على من يقولون أنك والإماراتيين كنتم وراء خذلان تعز وعدم كسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون عليها تعز يعني للأسف الشديد نحن نقول ظلمت من أبنائها قبل أن تظلم من غير ذلك وليس تعز أنا أربط تعز بأبيان مدينة أبيان كذلك دائما نقول لديها كثير من قيادات ولكن بقلة بركتهم لو يتجه أبناء تعز وأبناء أبيان في تحرير مناطقهم وأعتقد يستطيعوا أن يفعلوا ذلك وأتخذت مرة نموذج عند لقائي مع شريحة من أبناء تعز في الرياض وكان هناك نوع من الهم الوطني مشترك ولكن أعطيتهم نموذج مدينة الضالع ذو الثمانين ألف استطاعت أن تتحرر من قبضة الحوثيين وغيرهم وتعز أربع مليون لم تستطع أن تعمل ذلك هناك مشكلة داخلية على تعز نفسها أن تعانيها أو تعالجها ونحن كسلطة الدولة بالعكس نحن قدمنا الكثير لتعز في فترة سابقة ونعتقد الجميع مهتم بذلك التحالف في نفس الشيء تعز دخلناها عن طريق باب المندب في إطار الأول خطة عملية كنا في باب المندب واتقهنا من باب المندب إلى دباب وكانت الحكومة وكانت شخصيا موجود هناك وكانت الحرب لازالت قائمة في فترة السابقة فتعز كانت في أولوية الحكومة وفي أولوية كذلك التحالف لولا أنانية بعض المكونات السياسية التي عبثت بالملف السياسي في تعز كذلك هناك كثير من الأموال لضخة في تعز ومن دولة واحدة فقط استلمت بعض ما يسمى أنفسهم المقامة 300 مليون ريال سعودي دون أن يعملوا ما يستحق من هذه المبالغ في تحرير تعز فهناك ضجة علامية في تعز والفعل القليل يعني هل تتحدث أو هل أفهم أنك تتحدث عن الإصلاح تحديدا هل لديك أنت والإماراتيين والتحالف مثلا خشية من أن يسيطر الإصلاح على تعز أولا بشخصي أنا لا أتحدث عن موضوع طرف أو مكون سياسي معين أنا عندما أكون مسؤولا في الدولة فأنا مسؤول عن كل هذه المكونات السياسية ولكن سنعرف الانتهازية السياسية بطبيعتها الطبيعة الانتهازية السياسية تعز فيها حاضنة جزئية في فترة الخمسينات عندما كان الإمام أحمد هناك فيها حاضنة علي عبدالله صالح عندما كان فترة طويلة يعمل فيها من 2011 فينا عن تغيير المشهد وكان الإصلاح متواجد فيها فهناك عبد سياسي مشترك من كل الأطراف عقز عن إيقاد حل لتحرير تعز ولكن كيف تفسر ابتهاج بعض القيادات في الإصلاح بقرار إيقالتك هل تعتقد أن هذا هو تشف بك شخصيا أم نكاية بالإمارات التي يقال أنك أقرب إليها ومنك في الإمارات معروف من الإخوان المسلمين نعم طبعا بالنسبة للتشفي لا أعتقد أن هناك أي نوع من الخصوبة شخصية مع أي مكون سياسي على اعتبار أنه لا أحمل أو أعمل في إطار قبعة سياسية من أي أحزاب سابقة ومتحرر من ذلك فعلاقتي في إطار مسافة واحدة من كل أحزاب سياسية وهذا ما حاولت أنا أحافظ عليه هناك حزب أو مكون سياسي أبتهج من ذلك أهنئه بذلك لا ألومه ربما يكون استلم النصيب المقابل لهذا الابتهاج ونهنه بذلك وهناك عمل وطني عليهم أن يكتهدوا ويقوموا بنفس الدور الذي كان فيه خالد بحاح أكثر من ذلك إذا تحدثنا عن عدن من يحكم عدن الآن؟ الرئيس هادي أم الحراك الذي يطالب بالانفصال أم السلفيين الذين يقال أنهم مدعومون بشكل واضح من دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا في عدن وضع استثنائي على اعتبار أنه غابة الدولة في عدن ما بعد تسعين من بعد أربعة وتسعين غابة الدولة الحقيقية هناك كانت سلطة عسكرية حاكمة في عدن استمرت بقبضة حديدية أن تستمر ولكن كسلطة مؤسسات دولة كانت مفقودة جاء فترة الأحداث الأخيرة التي تمت من قبل الحوثيين في اقتحامهم العدن أنكشفت هذه الأمور من خلال خروج الأمنيين والعسكريين الذي كان الدخلاء على مدينة عدن وانكشفت الأمور بأن هناك فراغا أمنيا وعسكريا وغيره وسياسيا أنا أقول عدن الآن تتعافى أنا ممكن أستخدم هذا المصطلح أقول عدن والجنوب إجمال يتعافى من مرحلة عبثية مرت فيها عدن وحضر موت وعدد من المناطق الجنوبية وهي في مرحلة تعافى علينا جميعا كنوخة سياسية وعلى كمجتمع يمني كامل أن يدعم عدن في إطار تعافيها من هذا الداء الذي حل بها خطول السنوات المعبنية أي تعافى تتحدث عنه أستاذ خالد إذا كانت عدن تتخبط في عدد كبير من الأزمات المعيشية الاقتصادية الخدماتية والأمنية جميل قبل الإعفاء من العمل الحكومي كنت خمسة أسابيع متواجدة هناك وطلبنا كذلك من الحكومة حتى في أول لقاء مع الأخوان في الحكومة أن سوف يكون الاجتماع القادم بشكل دائم في المناطق المحرمة من ضمنها عدن بمعنى أن هناك الفراغ الدولة عندما ابتعدنا من مناطق المحرمة كل شيء مركزي يعني كل شيء كان معتمد على صناعة فعملية لماذا أنا سميت كلمة التعافي لأنها بدأت من الصفر أنا أرى أن الأمور بدأت جزئيا تستتب الوضع الأمني كان مقلق بشكل كبير جدا بدأ يتعافى تدريقيا هناك حملة شرسة من أطراف القاعدة لا نعرف من أين موجهين هذه الجماعات لأنها نستغرب أنهم متواجدين فقط في بعض المناطق ما بين عدن وحضر موت خاصة في المكلة غريب أنهم لم يذهبوا إلى مناطق أخرى وهذا شيء يضع علامة الاستفهام سيد خالد ما حقيقة ما يقال عن أنك كنت جزء من خطة يعمل عليها وزير الخارجي الأمريكي جون كيري تقضي بنقل صلاحيات الرئيس هادي إليك وأن هذا هو سبب إعفائك من موقعيك والله أنا سمعت ليس فقط وزير الخارجي الأمريكي ولكن سمعتها من غادر كثير من الزوار للمكتب الرئيس منزار الرئيس أخبرهم بأن هناك خطة أمريكية إماراتية سعودية لإيقالته وإحلال خالد بحاه طبعا هناك نوع من الهواجس الغريبة بعض الأحيان لا نتحدث عن مناصف في الوقت الحاضر ليس هناك عاقل في اليمن يتمنى منصب ربما فترة الحروب قد تكون أقل قهدا من فترة ما يسمى بوستور بعد الحرب لا يوجد عاقل أن يريد أن يستلم دولة ممزقة في نسيقها الاجتماعي لديها كثير من قضايا الإعمار لديها كثير من قضايا السياسية فلذلك لا أعرف لماذا الرئيس هادي دخل في هذا الهاجس وكان قلقا على منصبه أكثر من يكون قلقا على الدولة فنعتقد نحن بحاجة نخرج البلد وهذه كانت رسالتنا ورؤيتنا ولكنه للأسف دخل في هذا الدوامة وهذا الشيء الذي أربك المؤسسة التنفيذية بشكل دائم نتيجة الاحتفاظ بالسلطة أي سلطة نحن معنا نحن كلنا نعتبر من رئيس إلى حكومة فخرية في ظل هذا النزاع نحن نتمنى أن تنقل هذه الرئاسة وهذه الحكومة والسلطة التشريعية القادمة والقضائية إلى ناس جدد يكونوا ليس بالضرورة عاشوا فترة الحرب من الواقب أن نستريح وإعطاء فرصة لدماء جديدة أن تأتي فلذلك كان غريبا أن نسمع كل هذا وأعطي الموضوع أكبر من حجمه ألا تنتظر دورا في المستقبل القريب أو حتى المنظور؟ ربما أنا مستريح بالوضع الذي أنا فيه في الوقت الحاضر وسوف أستمر في خدمة وطني بأي شك بالأشكال عندما الشخص يبدأ أن يبحث عن السلطة لا يستحق هذه السلطة فأنا أقول نترك الأمور أن تنضج ونترك الأمور أن تعطي استحقاقاتها ولكن كل من باحث عن سلطة لا يستحق هذه السلطة لكن هل تعتقد أن بإمكانك العودة إلى لعب دور جديد من خلال موقع ما؟ في ظل وجود الرئيس هادي الذي كان ينظر إلى أنك طامع في موقع وتحاول العمل مع الآخرين للإطاحة به أنا أعتقد أن أتذكر نفس اللقاء التي قلت فيه في رمضان السابق في نفس المقابلة من القاهرة وكان حديثك فيما إذا كنت لازلت أنوي الترشح حتى للرئاسة قلتها لك سابقا لا أتمنى ذلك وأقولها حاليا لا أتمنى ذلك ولا أعتقد أنه سوف يكون هناك أي عمل في الفترة القريبة تحت رئاسة هذه بالمطلق سيد خالد إذا تحدثنا الآن عن محادثات السلام اليمنية في الكويت ما تقيمك لمسار هذه المحادثات التي مضى عليها الآن خمسة أسابيع دون أن تحرز تقدم حقيقي يذكر بحثة الكويت هي مهمة جدا وهو أهم فصل الآن حتى الحديث اليوم الناس ملت من الحرب الناس أرهقت كان جنيف واحد وجنيف اثنين واليوم دخلنا في كويت ونتمنى أن يظل كويت وليس كويت واحد لأنها هذه كمان عقدة لدينا الحديث عن المفاوضات ليس سهلا ولكنها روما أفضل حالا من جنيف واحد وجنيف اثنين أنا ما يؤسفنا وهذه أحد من التباينات والاختلافات مع السلطة الرئاسية لا أتمنى أن يكون هناك فارقا بين جنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف ثلاثة في التوقيت بمعنى أتذكر تقريبا خمسة أشهر أخذت بين كل اللقات الشهوري هذا عمل كارتي في إطار أي عمل تقوم بوعى الأرض في الوقت الذي كانت مفروض مؤسسة الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في الداخل يفترض أن تكون المؤسسة السياسية التفاوضية تعمل بنفس القهد والروح الذي هو أساسا بموجود على الأرض هذا أعطى مؤشر بأن هناك أهداف الحرب من أقل الحرب وليس حرب من أقل السلام هذه كانت أحد التباينات الموجودة فأخر عملية النصر وعملية استثمار النصر كذلك نحن لاحظنا في جنيف واحد كانت في يوليو من العام الماضي ديسمبر من العام الماضي كذلك جنيف اثنين والآن أخذت مننا في مايو كويت واحد نحن نتمنى كويت أن تعمل ما يسمى راب أب تغلق كل شيء وننتهي وأعتقد أن هناك كلمة ولد الشيخ تذكرها في بداية اللقاء التشاوري بخمسة البنود الرئيسية بشكل إجمالي كانت المشكلة التراتبية أعتقد لو نسير بهذه المنهجية في إطار المنهجية الدولية أعتقد أن نستطيع أن نصل إلى النتيجة إن شاء الله اسمح لي أعود قليلا إلى إجاباتك السابقة وأنت تستبعد أن تلعب دورا في المرحلة المنظورة على الأقل لكن كيف تفصلنا لقائك بولي ولي العهد السعودي ولقاءك بعده مباشرة بولي عهد أبو ظبي طبعا لقاءة تأتي في إطار الجهد الوطني والعمل الوطني لن نتوقف العمل الوطني بالمطلق عملنا مع الأشيقاء في المملكة العربية السعودية في فترة حارية وصعبة جدا عملنا مع الأشيقاء في الإمارات وعملنا مع الأشيقاء إجمالا في كل دول مجلس التعاون وكذلك مع الأشيقاء العرب والمجتمع الدولي ليس بالبساطة أن تطوف فترة أو مرحلة عابرة هناك كثير من التراكمات وكثير من الأسئلة وكثير من الأقوبة التي متواجدة معنا كجزء من السلطة في الفترة السابقة فكانت اللقاءاتنا في إطار تشاوري وأعتقد سوف يستمر هذا اللقاءات التشاورية بما يخدم القضية الوطنية في اليمن وما يخدم الأقليم بشكل أقمى ألا تعتقد أن السعوديين والإماراتيين يريدون الاحتفاظ بخالد بحاح حتى تحين الحاجة مستقبلا خصوصا وأنه يجري الحديث عن ضرورة التواصل إلى حل سياسي ربما يقتضي تعيين نائب أول لرئيس هذه كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية أنا أعتقد أن الموضوع أن تظل باقيا لكي تعمل في إطار نائب أول أو نائب ثاني أعتقد لا يفترض أن يكون قائما كما ذكرت اللقاءات مع الأشقاء القادة للقادة الدول هو في إطار تشاوري وإذا هناك من يريد أن يبقي خالدا في السلطة فأنا أعتقد هو رأي الشعب في الداخل هو ما يهمنا أكثر وثقة الإقليم كذلك بخالد بحاحية ما تشرفنا أكثر فأنا أقول أعول كثيرا على أهلي في الوطن متى ما شعروا أننا أكون مساعدا أو مساهما في أن أكون جزءا من أي عملية سياسية قادمة فالمواطن اليمني هو من سوف يحدد ذلك وثقة الأشقاء ربما تكون فرصة الآن من خلال العمل العام كامل أو سنة ونص مع الأشقاء في الخليج خلقت نوع من الثقة والصدق والمناصحة فأعتقد الآن أعرفه كذلك خالد بحاح وهذه تأتي في إطار تكامل داخلي وخارج باعتباره رمزا من رموز الرياضة الأمريكية كان من الطبيعي أن ينعيه مرشح الرئاسة الطامحين إلى الوصول للبيت الأبيض لكن خلافا حدا اندلعا بعدما قال مرشح الجمهوريين دونالد ترامب أن محمد علي كان بطن رياضيا عظيما وسوف يفتقده الجميع فما كان من المرشح الديمقراطي السناتور بيرني ساندرز إلى أنه اتهم ترامب بالنفاق مشيرا إلى أن حديث ترامب يتناقض مع دعواته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة دعوة انتقدها محمد علي نفسه العام الماضي هل من تعارض بين رثاء ترامب لمحمد علي وبين موقفه من منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة؟ أسطورة الملاكمة الذي قيل إنه لم ولن يتكرر وصفه أوباما بمصدر إلهام لكن في الوقت الذي ينع فيه العالم الرجل الذي حاز على احترام الجميع بات محمد علي مادة دسمة في حملة الانتخابات الرئاسية في أمريكا وأثار جدلا سياسيا بين دونالد ترامب وبرني ساندرز ترامب المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية في أمريكا والذي دعا إلى منع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية وصف محمد علي بالبطل العظيم تصريحات أدانها البطل الراحل البعض يرى في ذلك محاولة ربما يائسة من ترامب لكسب أصوات الأمريكيين الأفارقة الذين ينتمي إليهم محمد علي بغض النظر عن ديانته في أحد تجمعاتي كان معنا أمريكي من أصل أفريقي إنه رجل عظيم إنه هنا إنك رجل عظيم لدينا دعم كبير من الأمريكي الأفارقة بيد أن غريمه الديمقراطي برني ساندرز شن هجوما لاذعا ضد تصريحات ترامب ناعتا إياها بالنفاق ومذكرا أنصاره بأن محمد علي كان مسلما شغوفا بديانته إلى أنصار دونالد ترامب الذين يعتقدون أنه من الضروري أن يقولوا لنا بأنهم يحبون محمد علي لكنهم يكرهون المسلمين يجب عليهم أن يدركوا أن محمد علي كان مسلما متديلا وكان مهتما بديانته لقد كان رجلا يحب الناس والأطفال وأعتقد أن كل الناس حول العالم يحبونه بسبب ذلك الحب الذي أعطانا إياه بالنسبة لساندرز الذي يقود ثورة سياسية يهاجم فيها الرأسمالية المتوحشة والذي يعد ترامب أحد نماذجها فقد سعى منذ بدء الحملة الانتخابية إلى استمالة أصوات المسلمين والأقليات تغريدته باللغة العربية لقت استحسانا كبيرا لدى المسلمين والعرب أما ترامب الذي لا يخفي مواقفه السلبية من المسلمين والمهاجرين فقد يكون أدرك في اللحظة الأخيرة أهمية الأقليات في سباق الوصول إلى البيت الأبيض وبخاصة الأمريكيين الأفارقة الذين ينتمي إليهم محمد علي عبدالقادر بلحاج بي بي سي من آيوا ينضم إلي الأستاذ نعمان أبو عيسى العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي أهلا وسهلا بك وعبر خدمة سكايب من أورلاندو المهندس عاطف حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم ترامب أهلا وسهلا بكم أستاذ نعمان أبو عيسى البداية من لدونك هل منصف أنه فورا يتحدث دونالد ترامب عن محمد علي ينتقد لمجرد أنه يتحدث عن محمد علي وكأنه محمد علي ذاته يختزل فقط في كونه مسلم محمد علي مواطن أمريكي لديه الكثير من الإنجازات ليس فقط مسلم لكن لديه تاريخ طويل جدا من النضال طبعا محمد علي أهم الشخصيات العالمية هو الشخصية الرياضية للقرن العشرين وهو كسر كثير من الحواجز في الرياضة وفي السياسة وفي معظم المجالات الحياتية ولكن موقف دونالد ترامب من محمد علي فهو صديق له وكان صديق له من السابق وليس لدولد ترامب أن يكون صديقا للمسلمين فإن المسلمين بشكل عام والعرب بشكل عام العرب الأمريكان يغادرون الحزب الجمهوري بما فيه من شخصيات مثل دونالد ترامب بس هو قال أن الراجل الراجل العظيم حضرتك تقول أنهم كانوا أصدقاء فما تضير من ذلك لماذا هجم ترامب بصرف النظر عن أجندة ترامب لماذا يهاجم ترامب من قبل ساندرز ويتهم بأنه منافق وكل هذه الأمور وكأنه محمد علي لم يكن إلا مسلم لم يكن محمد علي الأسطورة طبعا إنها لعبة سياسية والجميع الديمقراطيين يحاولون أن يراضوا المسلمين والعرب وأيضا المجتمع الأمريكي المراهد للسلام فهو مع القضايا العربية وهو يتنافسون لكسب هذا الصوت في البداية كان ترامب يحاول أن يكون أكثر تتطرفا ضد الإسلام ليجذب المتطرفين في الحزب الجمهوري ولكن الآن الانتخابات الأولية قد انتهت أو شبه انتهت وهي تتحول إلى الانتخابات الأخيرة نعم مهندس عاطف ربما إذا كان كثيرون يرون في محمد علي نموذج للحلم الأمريكي الذي ربما يحقق أيضا سواء للملونين الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم في الحركة المدنية الأمريكية لكن أيضا للمسلمين الأمريكيين الذين انتصروا لمبادئ كثيرة أن دونالد ترامب كان بتصريحاته يغازل هؤلاء يحاول مرة أخرى أن يستجمع وجهة النظر التي تغازل المسلمين الأمريكيين أيضا أنا لا أتصور لأن المرشح جمهوري ترامب هو مرشح يشرح الواقع الأمريكي وعندما عبر عن شعوره تجاه محمد علي كلاي عبر عن بطولته كملاكم أول في الدرجة الأولى في الولايات المتحدة وفي العالم ولم يعبر عنه كأنه مسلم ومحمد كلاي أخذ الشهر العالمية لأنه ملاكم وحقق نجاحات في هذه الرياضة ولم يحققها لأنه كونه مسلم لأنه أصلا ولد مسيحيا واعتنق الدين الإسلامية بعد ذلك واعتنق الدين الإسلامي في فترة الحركة المدنية لحقوق الشعب الأسود في الولايات المتحدة وهو كان رفض للشعب الأبيض وانتهاكهم حقوق الشعب الأسود ولنعود بالتاريخ الجمهوريين الذين حررون الشعب الأسود في الولايات المتحدة وليس الحزب الديمقراطي وكذلك الأمر في عدة مراحل الشعب الأسود كان يأخذ الرفقة والحنان وتغيير الدستور لصالح الشعب الأسود منها الجمهوريين فاليوم للمرشح ساندرز عن الحزب الديمقراطي ليستغل الواقع السياسي ويمجد بمحمد علي لأنه كان مسلما كأنه ربح الرياضة رياضة الملاقمة لأنه كان مسلما ولم يكن لشجاعته في هذه الرياضة لكن مواقف محمد علي أيضا مهندس عاطف كانت مواقف أحيانا ضد المشاريع القومية الأمريكية وضد الرأي العام الغالب الأمريكي من بينها مثلا حرب فيتنام وبالتالي من وجهة نظرة ترامب وأجندة ترامب القومية الشديدة التي توصف أحيانا بأنها متشددة وقد تصل إلى التطرف من وجهة نظر البعض تغير وجهة نظر التي وقف إزاءها محمد علي الشعب الأمريكي اعتبر محمد علي بطل الملاكمة ولم يعتبره لأنه اعتنق الدين الإسلامي لا أنا لا أتحدث عن الإسلام هنا أنا أتحدث عن مواقف السياسية وعن مواقف سياسية لأنه في حرب فيتنام حكم محمد علي لأنه لم يلطحت بالخدمة العسكرية التي كانت بذلك الوقت ونزع منه اللقب لفترة في أربع سنين ودخلوا المحكمة والمحكمة صوتت لمصلحته بعد أربع سنين من ذلك ولكن أخذ موقف سياسي باتجاه الحرب في فيتنام واعتبر الدين الإسلامي هو الدين الشرعي الذي ينتمي إليه وعلى أن يصنف أنه ليس أمريكيا وأنه مسلما أولا فعلاه أن لا يقود المعركة في فيتنام وهنا كان خاطئ برأي الشعب الأمريكي ولكن الشعب الأمريكي لم يعول على هذه المشكلة لأنه عطاها مجرح بالرياضة أستاذ نعمان إذا ما نظرنا إلى المعركة الانتخابية التي حضرتك تشير إليها واستخدام سيرة محمد علي في هذه المعركة هل ترى أن ذلك سيحقق نجاحا لأي من المرشحين سواء المرشح الجمهوري أو المرشحين الديمقراطيين المتنفسين أنا برأي أن المرشحين الديمقراطيين مهيئان أكثر لجذب الصوت العربي والإسلامي في أمريكا من البداية أنا شاركت في حملة ساندرز من البداية في آيوا وكان ساندرز أول من أثى إلى آيوا وأحد الذين يقدمونه كان شابة مسلمة قدمته عندما كان دونالد ترامب يتكلم بالكلام العنصري إلى حد ما من ناحية المسلمين والزنوج وجنوب أمريكيين وغيرهم وهذا دليل على مواصلة الحزب الديمقراطي مع الأقليات في أمريكا وأحد الدلائل أيضا أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون سيكون أحد المؤبنين في حفل دفن الملاكم العظيم محمد علي كلايف في يوم جوع القادم هذا لا يعني أنه ليست هناك من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري ستؤبن محمد علي وهذا ما أقصده يعني لماذا يدخل اسم الرجل وسيرته في الحملة الانتخابية في وقت ربما هو نفسه لم يكن ليريد أن يكون جزء من هذا المعترك في حياته لكنه هو أصدر محمد علي في حياته أصدر ستيتمنت يقول فيها أنه على السياسيين أن يتجنبوا الحديث السيء عن المسلمين ولم يقصد دونالد ترامب باسمه ولكنه إلى حد ما أشعر إليه طيب ما رأيك في ذلك مهون صاطف بالفعل أن الحملة اليوم من قبل الحزب الديمقراطي ضد ترامب هي خاطئة لأنه نحن من شعوب الشرق الأوسط ونحن ندعم المرشح ترامب بالنسبة لمواقف الدول العربية وإنما لنبدأ بالأولا بمواجهته لما يسمى بالإسلام هو عنده مواجهة مع الإسلاميين مثلما السعودية وقبر ودول الخليج لا 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 أنا أتحدث عن محمد علي وأتحدث عن عدم رغبة محمد علي في أن يكون جزء من المعترك السياسي وأسأل حضرتك التعليق على أن الرجل في حياتي كانت له مواقف وفقا لما ذكر الآن الأستاذ نعمان الحقيقة أنه لم أطلع على هذه المقولة هو قال في هذه الستيتمنت أو المقولة التي نقلت عنه أنه لم يكن يريد أن يتعرض أحد المسلمين بسوء والعطبة عليه طبعا ولا أحد هنا في الولايات المتحدة يتعرض للمسلمين على الإطلاق وإنما يتعرضون للإسلاميين والإرهابيين والتكفريين الذي يتعرض منه العالم العربي ككل ومحمد علي قام بمواقف في السابق تجاه دعم للإسلام في الولايات المتحدة وهذا طبعا حق لكل مواطن في الولايات المتحدة وإنما محمد علي لم يدعم يوما ما الإرهابيين والتكفريين وهؤلاء المجرمين إن كانوا في العالم العربي أم في الولايات المتحدة أم في أوروبا فعلينا أن نفرق بين الإسلاميين والإسلام وإذا لم نفرق بين هؤلاء فنحن جزء من المشكلة في الولايات المتحدة طيب ماذا عن جنازة الرجل التي منتظر أن تكون بعد أيام من الآن هل تعتقد أنه من الآن وحتى هذه الجنازة وربما فيما بعد ستستعر الحملات الانتخابية التي لها علاقة بسيرة الرجل حتى بعد رحيل هل هذا أخلاقي سواء في حملة ترمب أو في حملة ساندرز مهن صحاطف؟ أو في حملة كلينتون طبعا لأنه لا يزال هناك مترشحين؟ المرشح ترمب لم يتوخى لهذا الحديث على الإطلاق وإنما مجد محمد علي وإنما الحزب الديمقراطي والإسنان المرشحين الباقيين ساندرز وكلينتون هم اللي أخذوا الخط الديني بهذا الشأن وهذا خطأ عليهم وإنما الجميع سيشاركون في جنازة محمد علي من الحزبين ومن المستقلين وما هنالك لأنه رجل عظيم في تاريخ الرياضة الأمريكية وليس لأنه اعتنق الديانة الإسلامية لأنه في الولايات المتحدة ليس من يعتنق دين معين يعظم إنما أعماله وأشغاله التي تعظمه أستاذ نعمان كيف يمكن أن يؤثر هذا الخطاب على المصوطين أو الشريحة التصويتية من اليهود؟ لأنه أصلا هناك لبس فيما يتعلق بساندرز تحديدا بسبب هوياته التي لا أستطيع أن يتنصل منها لكن أراءه تقف في مساحة رمادية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلي موقف ساندرز ليس موقف رمادية موقف ساندرز من أحسن مواقف المرشحين الجمهورين والديمقراطيين من ناحية القضية الفلسطينية والقضايا العربية نعم لكن بالنسبة للناخبين اليهود هو لا يريد أن يخسر هؤلاء الناخبين وبالتالي هو لا يأخذ مواقف صارمة بعطرف ضد الآخر هو يعترف بحقوق الفلسطينيين في مواقع لكن لا يأخذ بالتأكيد طرفهم ويخسر ناخبين اليهود وبعض اليهود يعترفوا بحقوق الفلسطينيين أيضا وليسوا جزء واحد اليهود من يناعد إسرائيل ومن يوافق إسرائيل صح أعدوني أنا أعتذر صح أنا أتحدث عن اليهود والإسرائيليين والصهاين خليني أفرق أنا أعتذر الصهاينة لن يصوتوا لساندرز وهو وقف بشكل صارم ضد المشروع الصهيوني وضد استعباد الفلسطينيين وعين جيم زغبي نائبا عنه في الحزب الديمقراطي ليشكل ما ندعي المبادئ للحزب وهو يعين شخصيات إلى حد ما متوازنة في الحزب ويحاول الحزب الديمقراطي إلى توازنه أشكركم شكرا جزيلا من آيا والأستاذ نعمان أبو عيسى العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي وعمر خدمة سكايب من أورولاندو المهندس عاطف حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم ترامب في نهاية العالم هذا المساء نترككم مع جانب من حفل لتأبين محمد علي في مسقط رأسه بولاية كينتاكي إلى اللقاء